فإن عقيدة التوحيد هي الأساس الذي يُبنى عليه هذا الدين ولهذا مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة ثلاثة عشر عامًا يدعو إلى التوحيد إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادتي ما سواه ويقول صلى الله عليه وسلم أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تُفلِحوا وقال لقريش لما اجتمعوا إليه عند الصفاء قال لهم ألا أدُلُّكم على كلمة تملكون بها العرب وتؤدي إليكم أهل الأبيان الأخرى الجزية قالوا بلى قال قولوا لا إله إلا الله فهذه العقيدة هي معنى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى كل معبود سواه فهو معبود بالباطل هذا معنى هذه الكلمة العظيمة التي بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة إليها ولهذا السور المكية كلها في هذه العقيدة كلها في التوحيد السور المكية فهذا يدل على أن العقيدة هي الأساس أنه لا فائدة من الدعوة إلى الله بدون البداءة بالعقيدة فالذين يدعون إلى الله ولا يبدأون بالعقيدة ولا يهتمون بها دعوتهم فاشلة ولم تُنتِج شيئاً أما الذين دعوا إلى هذه العقيدة ونشروها وبينوها فهؤلاء هم الذين أفادوا العبادة والبلاد انظروا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تبنى هذه العقيدة ودعى إليها وبينها وقررها وألف فيها وتلميلها الإمام بن القيم أيضاً لما تلاهوا على هذا المنهج وكذلك بقية تلاميل شيخ الإسلام ابن تيمية فإنهم لما بنوا على هذا الأساس وأصلوا دعوتهم عليه نجحت دعوتهم والحمد لله وأفادت وأثمرت وأثمرت كتباً كثيرةً معلومةً بأيدي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فهذه العقيدة هي الأساس الذي يُبنى عليه سائر الدين وسائر العبادات فعملٌ فعملٌ بدون عقيدة هذا عملٌ ضائع وباطل ودعوةٌ بدون العقيدة دعوةٌ فاشلة لا زَمَرَةَ فيها فهذه العقيدة هي أساس دين المسلمين ويجب على الدُّعات وعلى العُلَمَاء وعلى المُدرِّسين أن يهتمُّوا بهذه العقيدة الصحيحة ويُبَيِّنُوها للناس في المدارس في المساجد في المجالس لأجل أن تنتشر وليأجل أن تعرف وليأجل أن تُدحَظ العقائد الباطلة والدعوات المُخالِفة لها فهذه العقيدة هي أساس هذا الدين السُّور المكهية كلُّها في هذه العقيدة وتأسيس هذه العقيدة ثم بعد ذلك لما ترَسِّخَت العقيدة تنزَّلَت الأحكام الفقهية على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن العظيم والسُّنَّة النبوية